من سيقود رياتة الحكومة البريطانية في المرحلة المقبلة خلفا لبوريس جونسون سؤال يتردد صداه في الأوسط السياسية البريطانية والأوروبية على حد سواء يحتدم السباق بين اسمين يشغلان بال البريطانيين يتعلق الأمر بوزير المالية السابق ريشي سوناك في مواجهة وزيرة الخارج البريطانية لإستراس استطلاعات الرأي داخل حزب المحافظين تومل الكفة لصالح الإستراس التي تحظى بدعم قوي من قيادين بالحزب وعادت المرشحة بمعالجة إشكالة الطاقة وانعكاساتها على حياة البريطانيين في حال انتخابي سأتعمل مع قضية فواتير الطاقة والإمدادات الطويلة الأجل استعدادا لفصل الشتاء سأتصرف على الفور بخصوص الفواتير وإمدادات الطاقة نحتاج إلى مساعدة الناس والشركات ونحتاج إلى حل مشاكل الإمدادات في مواجهة الإستراس يبرز اسم وزير المالية البريطانية الأسبق ذو الأصول الهندية ريتشي سوناك شق هذا المليونير طريقه بثبات داخل حزب المحافظين ليتمكن من تجاوز الأدوار الخمسة الأولى لانتخابات الداخلية للحزب ويعيد سوناك البريطانيين في حال فوزه برئاسة الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات لخفض التضخم ومواجهة تحديات الاقتصادية وذلك عبر تحفيز النمو في البلاد بوريس جونسون استقال من منصبه كزعيم لحزب المحافظين والحزب يتوفر على الأغلبية في البرلمان وسيقررون الزعيم الذي سيقود الحزب ساعة فقط تفصل البريطانيين عن اسم رئيس الحكومة الجديد لإدارة البلاد في مرحلة مليئة بتحديات الاقتصادية والسياسية ويبدو أن ظل المرأة الحديدية التي تحظى بتقدير خاص لدى البريطانيين يلقي بذلاله على اختيارات حزب المحافظين وفي حال انتخاب الاستراس رئيسة للحزب ستكون الثالثة امرأة تقود البلاد بعد مارغريتا تشار وتيريزا ماي